من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن بلغنا شهر الصيام والقيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين وبعد فيا أيها الإخوة والأخوات الله أسأل أن يجعل صيامنا وقيامنا مقبولا وأن يجعلنا ممن يصوم شهر رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا ممن يقوم لية القدر إيمانا واحتسابا ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا ومن مشايخنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين و أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر عز وتمكين وصالحات وقبول وعتق من النار للمسلمين و المسلمات و للمؤمنين و المؤمنات أيها الإخوة و أيها الأخوات هذا الشهر إدراكه نعمة عظيمة فكان سلف الأمة يدعون الله عز وجل أغلب العام أن يبلغهم الله عز وجل شهر رمضان فبلغ رمضان نعمة عظيمة من الله عز وجل ومنك كريمة فأحمدوا الله واشكروه وأكثروا من شكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل و أحسنوا العبادة و أحسنوا إكرام الضيف الكريم و هو شهر رمضان الذي قال الله عز وجل عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذا الشهر شهر نزول القرآن هذا الشهر هو شهر رمضان شهر الصيام و القيام و تلاوة القرآن و إطعام الطعام و فعل الصالحات و المبادرة للخيرات فنبينا صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري و مسلم الصيام جنة فلا يرفث و لا يجهل فإن امرء سابه أو شاتمه فليقول إني صائم مرتين و الذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك و جاء في رواية للصائم فرحتان فرحه عند فطره و فرحه عند لقاء ربه فالله أكبر ما أعظم الأجور حتى أنه صلى الله و سلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزئ به و قال صلى الله و سلم الحسنة بعشر أمثالها و الله عز و جل يضاعف إلى سبعمائة ضعف فلا ندري ما هو الثواب العظيم الذي ادخره الله عز و جل و خص نفسه بهذا الصوم فقال صلى الله و سلم في الحديث الصحيح قال الله عز و جل إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزئ به و قال صلى الله و سلم في الحديث الصحيح إن للصائمين باب اسمه باب الريان أو باب الريان يدعى منه الصائمون فينادى يوم القيامة فيقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه ثم ولا يدخل منه أحد ثم يغلق أو كما قال صلى الله و سلم و الحديث في الصحيح عند البخار و هذا الشهر العظيم عندما قال النبي صلى الله و سلم الصيام جنة أي وقاية فلذلك لا يصخب الإنسان ولا يرد السب و الشتيمة على غيره بل قال صلى الله و سلم إذا كان صوم يوم أحدكم فليصم سمعه و بصره أو كما قال صلى الله و سلم و قال لا تجعل يوم صومك و يوم فطرك سوا النبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال في الحديث و هو في الصحيحين من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبه و قال من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبه و قال من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبه فهي محطة ربانية إيمانية من الله عز وجل تزودوا منها وأكثروا كل الخيرات فعلوها باندروا لا يفوتكم هذا الخير وهذا الأجر الوفير العظيم من الله عز وجل فنحن لا ندري نكمل رمضان أو لا نكمل كم نصوم من رمضان لا ندري لا ندري أن نبلغ العيد أو لا نبلغ العيد لا ندري هل يعود علينا رمضان ولكن علينا أن نجتهد ولا نفرط ثم نبكي ليلة العيد بل علينا أن نجتهد ثم نجتهد ثم نجتهد ونجعل رمضان خلاف ذلك ونقتد بسيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فكان يصوم وكان يقوم الليل في العشرين الأول يقوم وينام صلى الله عليه وسلم يخلط ذلك وفي العشر الأواخر يحيي الليل ويوقظ أهله ويشد المأزر المأزر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في تلاوة القرآن فكان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ويدارسه جبريل فإذا دارسه القرآن قال الراوي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة فكونوا بالإطعام مجتهدين وجاددين وبجذل الصدقات في طريقها الصحيح ومسارعين فنحمد الله عز وجل ونشكر ثم نشكر ولا تأمرنا الذين قدموا لنا هذا الخير ويسروا لنا هذا الخير بطرق رسمية فهذه المنصات العظيمة الجميلة الرسمية الموثوقة النظامية كمنصة إحسان وغيرها من المنصات فاجتهدوا في فعل الخير واجتهدوا ببذل الخير وحمد الله عز وجل واشكروا هم بلغكم هذا الشهر فلا يفوت هذا الشهر إلا وقد قدمتم صالحات لا يفوت هذا الشهر إلا وقد بذلتم الخير الكثير من تلاوة القرآن من قيام هذه الليالي اعتزلوا كل شيء فنبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعتكف رمضان يعتكف العشر الأواخر وفي عام اعتكف عشرين يوما من رمضان كل ذلك يدل على أهمية هذا الشهر وفضل هذا الشهر وعظيم هذا الشهر وجاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد بينه وبين النار سبعين خريفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وتأملوا هذا العدد وتأملوا قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فنحن لا نعلم هذا المقدار وعظم هذا المقدار والله عز وجل هو الذي يقدر وهو الذي سبحانه وتعالى يمتن على عباده فأحمد الله عز وجل وأكثر من الصوم لا أعني صوم الفريضة فهو ركن وواجب علينا ولكن أكثره في غير رمضان من كثرة الصوم فنبيكم صلى الله عليه وسلم يصوم الست من شوال يصوم الاثنين والخميس ويصوم البيض ويصوم عرفة ويصوم عشر تسعان ذي الحجة ويصوم شهر الله المحرم ويصوم عاشرة وتاسوعة والأدلة في ذلك كثيرة ومعروفة ومنثورة للجميع الحاصل أن هذا الصيام محطة حقيقة تقطع النفس من كل الأشياء المضرة سواء في جسده سواء في خلقه تمنعه من كله من كل شيء فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملناه وإن فإن مرء فإن مرء سابه أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين يعني يردد عليه يردد عليه برفق ولي لا أن يجادله ولا أن يخاصمه بل عليها يتحلى بالخلق ولنعلم أننا إذا صمنا كما قال صلى الله عليه وسلم فليصم سمعك وبصرك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في صومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شاتمك أحد سبك أحد خاصمك أحد عليك أن ترفق به وتقول له إني صائم مرتين تعيد ذلك وتكرر وتكون لطيف ولتعلم أنك إذا صمت تكون هادئا مطمئن لأن الصوم يهذب الأنفس ويطيب ويطيب الأنفس ويريح القلوب بعد الله عز وجل لا تكن كأنك تريد سبعا لا تكن كأنك سبعا يريد أن يهجم على من أخطأ عليه أو بدر منه شيء بقصد أو بغير قصد بل كن حليما صبورا رفيقا كن لينا هينا في كل العام وفي رمضان وفي رمضان يتأكد ذلك وهذا يطلب منك فلا تكن مفرطا ولا تكن مقصرا في رمضان واحذر أن تظن أنك إذا صمت لا بد أن تغضب ولا بد أن تشتد أن تكون قوي وأن تخاصم أهلك في بيتك بل عليك أن تنفر الرفق واللين في سيارتك في الشارع مع الناس في مكتبك في عملك في وظيفتك في مدرستك في بيتك وأحق الناس بالرفق أهل البيت لا بد أن ترفق بهم وتلين معهم فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي التي أوصان بها أن نترك قول الزور وقول الزور كل قول سيء ولا يبدر من مسلم فلا شك بأنه قول زور بأنه قول قبيح لا تقبله الأنفس الطيبة لا يقبله الإسلام وليس من أخلاق الإسلام فاجتهدوا بارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويجزيكم خير الجزاء وعليكم أن تكثروا من الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولولاة أمرنا وأن يوفقهم الله ويسددهم وأن تدعوا لصاحب المعالي وزير الشهور الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيفة للشيخ غفر الله له ولوالديه وإجزل له المثوبة وغفر الله لولاة أمرنا وغفر الله للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله لأبنائه البرر من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وحفظ الله الملك سلمان وحفظ الله ولي العهد صاحب السم الملك الأمير محمد بن سلمان تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم وسعيهم وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا عدو